أهلا بحضراتكم الجديد لا تخافش على الأهل لأنه الأهل الحقيقي مع كل موسم يكون هو اللي عليه العين باستمرار وانتصاراته وبطولاته بترشحه لكل أسكر ولكل تأدير ترشيحات الكاف وملك الانتصارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لما أعلن عن المرشحين القائمة الشاملة وثم القائمة المختصرة لاختيار الأفضل في القرى في عام 23 قبل حفل التكريم اللي حيقوم في المغرب إن شاء الله يوم 11 ديسمبر المقبل كان الواضح والبارزة بشموندس هذا الحضور الأهلاوي المميز في كل فئة من فئات الأسكر الكاف كان الأفضل داخل القرى وهنا لما تستعرض خارج القرى ما فيش من مصر غير محمد صلاح طيب إنما داخل القرى أنا بس يعني داخل القرى الوجود الطاغل للنادي الأهلي طيب المرشحين بقى لجائزة الأفضل أفضل لعب في أفريقيا من المحترفين في خارج القرى القايمة فيها العشرة محمد صلاح نجم مصر وليفربول أشرف حكيمي نجم المغرب وبريس سان جرمان سادي يومانية نجم السنغال المحترف في النصر السعودي سوفيان مرابط لعب المغرب المحترف في منشستر يونايتد يوسف النصير المغربي لعب أشبيلية ياسيم بونو المغربي لعب الهلال السعودي رياض محرز الجزائري لعب الهلال الأهل السعودي فنسة أبو بكر الكاميروني لعب بشكتاش التركي فيكتور قسمين النيجيري لعب نابولي وفرانك انجوسيا الكاميروني لعب نابولي يتلاحظ محمد صلاح على رأس القيمة لكن حضور مغربي لافت لأشرف حكيمي أربعة وسوفيان مرابط وياسيم بونو رياض محرز رياض الجزائري أربعة أشرف حكيمي سوفيان مرابط ياسين بونو أشرف حكيمي ويوسف النصيري يوسف النصيري أربعة ده يعكس قوة أسود الأطلس في هذا العام بالذات لأنه كان لهم حضور قوي جدا على الساحة الدولية في كاس العالم في كاس العالم ده ده منطقة جدا واثنين من الكاميرون فينسنت أبو بكر بشكتاش وفرانك انجوسيا نابولي أنا الحقيقة حد يقول لي فينسنت أبو بكر إيه الأمارة يعني يعني إيه الإنجازات اللي ممكن تزوده مثلا عن تريزيجيه طب ما تخليني أسألك إن لم يكن محمد صراح اللي بنتمناها طبعا إن لم يكن صراح فمين من دول تتوقع ياخدها؟ هي واضحة من المغربية هو بص مغربية مغربية عشان نتائج كاس العالم لما تبص بقى كأحسن حارس مرمى يسين بونو أعمال رجل يعني الحضور طاغي جدا لكن أيضا أشرف حكيمي أشرف حكيمي اسمه يتردد في مجالات التقلق باستمرار دوره كان مؤثر مع المغرب ومع باريس سان جرمان باريس سان جرمان ما عملش حاجة وليفر فول ما عملش حاجة لما تقول يعني هو وصلاح ميزان النادي ولا سادي ومانية عمل حاجة دا ما سادي ومانية حتى اتجاهه للدور السعودي فهو حتبص تلاقي المنافسة مغربية مغربية غالبا يعني مع وود مزحمة من رياض محرز ومحمد صلاح عنده حظوظ برضو لأن محمد صلاح ما يحطم أرقام قياسية ويستريد مستوى بس هو بقى حتوض على نتائج الشهر الأخرانين دون في الاعتبار ولا لا طيب يعني هي ما بين أشرف حكيمي وسوفيان مرابط ويوسف النصيري السلاس المغربي يمكن ياسين بونه شوية لأنه حارس مرمى لا انت بتحط حيخش الرياض محرز عشان برضو ما تقدرش تجاه نتائج منشستر سيتي طيب اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل داخل القارة شوفوا قيمة العشرة فيها كام أهلي على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى الكبير محمود عبد منعم كهربا بيرسي تاو علي معلول ما شاء الله المقاعد الأربعة الأولى للعب النادي الأهلي في السميلي الكنغولي لعب بيرامد يحيى عطية الله المغربي لعب الوداد يحيى جبران المغربي لعب الوداد بيتر شلوليلي النميبي مهاجم سانداونز وأيمن محبوس لعب اتحاد العاصمة الجزائري وزين الدين بالعيد لعب اتحاد العاصمة أيضا اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية وبطل السوبر يعني نخش منه اتنين يا أستاذ إبراهيم ده ده لين اتحاد العاصمة جاي من بعيد قوي وجاي بجدارة يعني تتوقع إيه لا يعني لا يمكن تتجاهل أداء الشناوي لافت للنظر لاي كأحسن لعب ولا تتجاهل إنجازات محمود كهربا اي مؤسرة المؤسرة وعلي معلول يعني الاربع طوع الآلي وبرشي برشي توقع توقف عبدو شوية لأنه أيضا نتائجه مع سانداونز مع متخب بلاده مؤسر جدا مع متخب بلاده لكن انت بيتر الشالوليلي ده هل ممكن هل ممكن في الزفة المغربية بقى يحيي عطية الله أو يحيي جبران من الوداد مش حيده داخله خارج المغرب ما أظنش لأن يعني يعني هو يحيي عطية الله لافت النظر جدا لا وهو كمان يعني بطل دور الأبطال الأهلي وبطل الكونفدرالية التحاد العاصمة فبالتالي منطقيا منطقيا إنه واحد من الاتنين وغالبا الأهلي بين كهرباء والشناوي ربما تكون هي المنافسة الرباع بتاع الأهلي عنده حزوز مع بعضه لكن أكثرهم تأثيرا تأثيرا عشان حتى مع المنتخب ممكن يكون الشناوي الشناوي طيب أفضل نادي في أفريقيا الأهلي الوداد سانداونز يانج أفريكانز والتحاد العاصمة قيمة الخمسة خد بالك مش داخل فيها الدور الأفريقي البطولة الجديدة مش داخل فيها مش داخل فيها تفري كتير فبالتالي الأهلي بطل دور الأبطال اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية والسوبر أنا شايف أنه ممكن تبقى بين الأهلي والتحاد العاصمة متى واخد منه اتنين لعيبة أي يعني واتحاد العاصمة واخد لقبين بطل الكونفدرالية وبطل سوبر أيوة يعني واخدهم من مين من أندية عريقة يعني طيب الحراس الأفضل في القارة دي برضو فيها خناء جامداوي محمد الشناوي وياسين بونو إدوارد مندي السنغالي حارس الأهل السعودي عند ريق نانا الكاميروني حارس منشستر ويليامز الجنوب أفريقي لعب سانداونز وصائد ضربات الجزاء ويليامز هل بص بالترتيب كده الثلاثة الأوائل شناوي ياسين بونو وإدوارد مندي الثلاثة الثلاثة الأوائل أي لكن أنت قلت لي هنستبعد الدور الأفريقي الدور الأخراني ده أي فيبقى الثلاثة دول بينهم يعني طيب بس أنت ما هو ياسين بونو ياسين بونو مترشح خارج القر ودخل القر ما لو خدها خارج القر حيخدها دخل القر ولا هي لا ما هو ده ترشيح حراس المرمى زي الشناو ما هو الشناو مرشح على أحسن لعب ومرشح في فئة الحراس ممكن تفربها لو حد منهم خد هناك مش هيخد هنا مش معقولة بقى تهدي كل الألقاب يعني طيب المدربين ولهنا تبقى متنقضة المدربين مارسل كولر مدرب الأهلي تومس تانفيد مدرب جامبية أليو سيسين مدرب السنغال وليد الركراك مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب التحاد العاصمة هتبقى برضو في رأي بين كولر لو بين نتائي كولر لا دي محسومة بس تصمر عليه أنا حاولك بس حاجة ولكن الركراكي وما فعله في كأس العالم حسن لا يمكن تغبير ما يبقاش مرشح وبقوة جدا صحيح أما عبد الحق بن شيخة شيخة هو عمل برضو يعني جالك من المجول عمل بطلطين فهم حيبوا الثلاثة دول التنفس بينهم تقريبا دي أقرب واحدة محسومة علشان الإنجاز النوعي الكبير اللي عمل وليد الركراكي إن أنت توصل بالمغرب لنصف نهاية كاس العالم أعتقد إنجاز لمدرب يزكيه جامد فتبقى بينه وبين مارسل كولر وعبد الحق بن شيخة